تشنى وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أسطول سيارات الإسعاف الجديد ويضم 79 سيارة تشكل جميعها وحدات للعناية المركزة متكاملة التجهيزات والمعادات ليصبح بذلك إجمالي عدد السيارات 281 سيارة الأسطول الجديد مزود بأحدث التطبيقات الرقمية الذكية كنظام المجسات الخارجية والتيلومتري والخرائط الذكية وفي الفترة القادمة ستضعف مئة سيارة إسعاف جديدة إلى أسطول الطوارئ الطبية ليست مجرد مركبات بل هي رمز للتفاني والرعاية التي تتجسد في أروقة المستشفيات وعلى طرقات الحياة قافلة الإسعاف الجديدة البالغ عددها 79 سيارة إسعاف تضاف إلى سكة الإنقاذ وجميعها وحدات عناية مركزة هذه الأسعافات كلها من 79 سيارة إسعاف كلها عنايات مركزة وكلها آي سيو بتجهيزاتها منها تقريبا عشر أسعافات راح تكون للمناطق الوعرة حسب تصميمها وممكن أن تدخل في المناطق البرية والأماكن التي لا يمكن الوصول لها عن طريق الطرق العادية جاهزين الآن لضرح 100 سيارة ووراها أيضا ستطرح بعد سيارة ثانية لحين نطور الأسطول كلها بالكامل يكون أسطولنا جديد يتبنى الأسطول الجديد أحدث التطبيقات الرقمية الذكية مثل المجسات الخارجية ونظام التليومتري لتقديم رعاية طبية فائقة وإنقاذ الأرواح تحتوي على تقنية حديثة تستخدم الآن وهي تقنية التليهيلف وهو تواجد وسائل اتصال مرئية ومسموعة من داخل سيارة الإسعاف وخارج سيارة الإسعاف بالتواصل مع أقسام الطوارئ التي ستتجهي إليها سيارة الإسعاف عشرة سيارات إسعاف تم تخصيصها لتتجاوز الحدود الجغرافية هو تصعد إلى أقصى الطرقات والمناطق الوعرة والبرية لضمان الوصول السريع والفعال إلى الحالات الطارئة نحن فخورين حقيقة بأن هذه الوجبة فيها عشر سيارات اللي هو 4x4 هذه السيارات تتميز بأنها عندها قدرة على الدخول في بعض الأماكن خارج الطرق المعبدة قد تكون نائية قد تكون حدودية قد تكون أثناء البر أو كذا لكن هنا هذا يثير نقطة مهمة في أهمية استفاء المعلومة بحيث أن من يطلب الإسعاف يكون عارف عن الموضوع هذا وين يكون وفي النقل الرقمي لتوجهات سيارات الإسعاف خريطة توجه سيارات الإسعاف عشان للعناوين ستضاف مئة سيارة إسعاف جديدة في الفترة القادمة لتحقيق رؤية أكبر وأوسع في تقديم خدمات الرعاية والإنقاذ بأسرع وقت ممكن لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت